موسيقى النشرة الرياضية المفصلة من الميادين السلام عليكم تفجيرات بريكسل تماهت مع سابقاتها في باريس البصمة واحدة والتهديد مشترك فرنسا واصلت درس تأمين بطولة أمم أوروبا إجراءات مفاجئة ونقل المباليات من ملاعب إلى أخرى وفرق أمنية لكل منتخب الهلع في فرنسا تضعف قبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس الأمم الأوروبية تداعية هجمات باريس في الخريف الماضي ثم تفجيرات بريكسل زادت من الحذر والشغل الشاغل للأمن الفرنسي كيفية تنظيم البطولة من دون أي تهديد الأجواء الأمنية الملبدة تسود أوروبا عامة والقلق تسرب على نحو كبير إلى مسؤولي اليويفا فأحداث العاصمة البلجيكية كشفت مزيدا من الثغر في الإجراءات الأمنية التي تنوح في أفق القارة العجوز الاتحاد الأوروبي يدرس قرارا صادما بإقامة المباريات أمام مدرجات خاوية بسبب التخوف من تجدد الهجمات الإرهابية بحسب نائب رئيس اليويفا جين كارلو أبيتي الذي أضف إن كأس أوروبا لا يمكن تأجيلها أو إلغاؤها لكن الاتحاد والبلد المنظمة يواجهان صعوبة بالغة في مواجهة الإرهاب خبراء اقتصاديون أكدوا أن هذا القرار قد لا يتسبب بخسائر مالية كبيرة لأن الإرادات تعتمد على النقل التليفزيوني والرعاة والإعلانات الحكومة الفرنسية ستستدعي قوات الانتربول وقوات الخدمات الجوية الخاصة لبريطانيا من أجل تأمين البطولة من ملاعب ومعسكرات تدريبية وفناطق إقامة وذلك حرصا على سلامة الجميع من لاعبين وجماهير كما كشف وزير الداخلية بيرنار كازانوف عن وضع كاميرات لمراقبة أماكن تجمعات المشجعين وأكد أن البطولة يجب أن تكون حفلا للجميع وتحديا للإرهاب الكابوس بدأ يراود المنتخبات اتحادات محلية مثل ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا طالبت بفرق أمنية خاصة لكل بعثة الأمر تلقفه وزير الرياضة الفرنسي الذي أكد أن التهديدات لم تغب عن الأذهان وسيجري تأمين كل منتخب بمجموعة من أكفاء الضباط تداعيات التفجيرات الإرهابية في بلجكا تلقي بظلالها على المنتخب الوطني اتحاد كرة القدم يلغي مباراة البرتغال الودية يوم الثلاثاء المقبل الألغية تتمرين منتخب الشعاطين الحمر خوفا من استمرار الأعمال الإرهابية وبناء أن على طلب الحكومة المحلية حرم المنتخب المصنف أول عالميا من خوض مباريات ودية على غرار باقي المنتخبات المشاركة في اليورو الصيف المقبل السلة البلجكية بوقعت ضحية بدورها شظايا الانفجار طالت اللاعب سيباسيان بالن لكنه نجى من الموت بعجوبة لعب خينت هاكس أصيب بقدمه ودخل المستشفى للخضوع لعملية جراحية سور ابن الثمانية وثلاثين عاما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فور إصابته لسيما بعد رؤية رجل فارع طول مدجج بالدماء قبل أن تنكشف هوية البلجكي المتجذر من أصول برازيلية لعب السابق في فلادالفيا 76ers دي كامبي موتومبو نجى بدوره بعدما صودف وجوده في المطار وفي إسبانيا أكد وزير الرياضة أن التفجيرات بريكسل لن تؤثر في موعد إقامة كلاسيكو الأرض خرخ فرنانداز دياز أعلن أن اللقاء بين برشلونة وريال مدريد في الدوري سيقام في الثاني من نيسان أبريل المقبل دياز أكد أن بلاده ستتخذ كافة التدبير الامنية للحفاظ على سلامة الجماهير وأشار إلى أن السلطات فرضت إجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه الهجمات بدوره طالب مدرب منتخب بوسنا بإلغاء المباريات الدولية المقررة في الأيام المقبلة محمد بازدارفيتش وقبل قوض فريقه مباراة أمام سويسرا يوم الجمعة فضل عدم اللاعب في لكسنبورغ ولا سويسرا بازدارفيتش طالب الاتحاد الأوروبي بتأجيل كل المباريات الودية المقررة في الأسبوعين الحالي والمقبل أبا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الغيابة عن ملاعب البيسبول الكوبية اللعبة القومية الأحب إلى الشعبين مثلت أحد أبرز نقاط التلاقي تفاصيل ما جرى في مباراة تامبا بيريز والمنتخب المضيف في سياق التقرير التالي فيما كان الإرهاب ينسج خيوطه مجددا في القارة العجوز كان استاد أمريكا اللاتينية في كوبا يشهد تحولا استراتيجيا في طبيعة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة بعد حظر امتد زهاء نصف قرن نجحت البيسبول في لم الشمل بوصفها القاسم القومي المشترك فرق واضح في أسعار التذاكر مع 15 سنة للتذكرة الواحدة في كوبا فهنا لا لافتات دعائية للمنتجات الأمريكية فقط رائحة السيجار الكوبي تفوح في الأرجاء وأكواب قصب السكر تباع عند المداخل أوباما أول رئيسا أمريكيا تطأ قدماه أرض الجزيرة اللاتينية منذ عام 28 يربط كاتفر أول كاسترو وسط أجواء حماسية واكبة مباراة تامبا بريزا الأمريكي والمنتخب الوطني الكوبي حمام السلام أعلن بدء المراسم أجواء ودية في المنصة عبرت عن مكنونات الزيارة برمتها وصفحة جديدة مطوية عبر عنها أوباما بالقول إنما فشلت أمريكا في اكتسابه طوال القرن الماضي ستحاول اقتناصه بالدبلوماسية مستقبلا غاب الزعيم فيديل فحضر نجله طوني نائب رئيس الاتحاد الوطني لللعبة بأربع ركادات لواحدة انتهى أول لقاء لفريق أمريكي على أرض هاذانا منذ عام 99 نتيجة استعراضية ترسم معالم العلاقات الجديدة وما صيحات الخمسين ألف متفرج إلا تعبير عن توقي الكوبيين للانفتاح على العالم على هذا الواقع المستجد يعيد مائة وخمسين لاعبا في دوري بلادهم بعد هروبهم إلى أمريكا أو انتقالهم إلى المكسيك واليابان بحثا عن الاحتراف موجة إصابات تعصف بمنتخب ألمانيا قبل المواجهتين الوديتين أمام إيطاليا وإنجلترا باسشانج فاينشتايجر غادر تدريبات المانشافت وتوجه إلى ميونيخ لإجراء فحوص طبية لركبته بعد تعرضه للإصابة بشكل مفاجئ الاتحاد الألماني كشف أن لاعب مانشستر يونيتد يخضع اليوم لأشعة الرنين المغناطسي المانشافت خسر أيضا جود صانع ألعابه مسعود زيل وجناح لفركوزن كريم بالعربي بسبب الإصابة فيما خضع جوليان دراكسلر لتمارين خاص بعيدا عن زملائه في المنتخب الاتحاد الألماني يوقف لاعب بيردر بريمن بابي جيلو بوجي ثلاثة مباريات لحركة غير رياضية القرار اتخذ بسبب وضع السنغالي يده على رقبته في إشارة إلى الذبح ضد لاعب مينز بابلو دي بلسيس الاتحاد أشار إلى أن العقوبة ستبدأ بعد غياب اللاعب المعارم من شلسي عن مباراة واحدة للإقاف عقب حصوله على البطاقة السفراء الخامسة في الموسم أمام مينز أما الآن فى إلى جولة الصحف مع عبير الذوادي تفضلي عبير شكرا لك محمد وأهلا بكم وأصبح للاعب كرة القدم المكروهين قائمة مجالة فرانس فوتبول الفرنسية صنفت اللاعبين العشر الأوائل المكروهين لدى الجمهور الفرنسي وعلى رأس القائمة جاء المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي الذي تسبب في طرد أصورة الديوك زين الدين زيدان في نهائي مونديالي 2006 كما ضمت القائمة الخماسي الفرنسي سامير روسري وفرانك ريبيري وفابريس فوريتزي وباتريس إيفرا وفالبوانا علاوة على الإيطالي تياغو موتا السبب بحسب المجلة أن هذا الخماسي الفرنسي تسبب في العديد من الفضائح والأزمات للمنتخب تسريبات جديدة من العقد السابق للأرجنتيني سيرخيو إيغوير والذي انتقل بمجيبه عام 2011 من أتليتيكو مادريد إلى منشستر سيتي صحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية أشارت أن الأتليتي لم يضع أي بند يمنع مهاجم التانجو من الانتقال إلى نادي ريال مادريد وتابعت الصحيفة أن الروخ بلانكوس يتحصل على 250 ألف يورو نظيرا كل 15 هدفا رسميا يحرزها الأرجنتيني بقميس الستي مالك نادي ويست هام يونيتد الإنجليزي يؤكد اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم ليفربول كريستيان بنيتكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة صحيفة إكس بريس الإنجليزية ذكرت أن الهامرز يرغبون في ضم اللاعب خلال الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم كما أن مالك النادي ديفيد سوليفان صرح أنه يسعى لتدعيم صفوف الفريق وذلك في حال المشاركة في الدوري الأوروبي الموسمة المقبل نختم جولتنا الصحفية مع مهاجم المنتخب الإسباني أرفارو موراتا الذي ما زال حائرا بشأن انتقاله أو بقائه مع اليوفي الإيطالي لجازتة ديلو سبورت كشفت عن وجود تواصل بين فريق ريال مادريد عن طريق مدير العلاقات المؤسستية إيميليو بوتراغوينيو في إطار سعي الفريق الملكي لاستعادة المهاجم الإسباني أضافت الصحيفة الإيطالية أن موراتا اعترف بتواصله مع بوتراغوينيو كما أكد احتمال عودته إلى الملكي هكذا مشاهدين وصلنا إلى نهاية جولتنا عبر الصحف والآن عودة إلى محمد لاستكمال بقية النشرة شكرا لك يا عمير في دور السلل الأمريكي للمحترفين تشارلوت يعود من أرض بروكلين نتس بفوز ثمين نيكولاس باطم سجل 23 نقطة وبها اقترب بسادس القسم الشرقي من ضمان مقعده في الأدوار الإقصائية لعب بروكلين بروك لوباز كان أفضل لعبي المباراة سجل 29 نقطة وتسع متابعات لكنها لم تحل دون ثقدان فريقه رسميا الأمل في التأهل إلى البلاي اوفت أشاق كرة القدم يصنعون الحدث في كأس العالم التفاعلية الدنماركي محمد الباشا يتفوق على مليونين وثلاثمائة مشترك عبر الانترنت ويتواجب اللقب الباشا وصل إلى نيويورك لمواجهة الإنجليزي تشين ألن في النهائي المباراة قيمت بنظام الذهاب والإياب على تطبيقين مختلفين الباشا اختار منتخب فرنسا وفاز في المباراة على نظيره الذي فضل منتخب البرازيل قبل أن يتعدل في المباراة الثانية ويتواج باللقب مع هذا التتويج الافتراضي نصل إلى ختام النشرة الرياضية المفصلة نشكر لكم حسن متابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة